السلام عليكم اخواني اخواتي كيف شفتو في العنوان ديل هاد الفيديو فخفن زربا نقرأ لكم هاد الخبر لطحف جريدة كود اللي كيخص الناخب الوطني المغربي السي وليد رقراقي مبال الاقصاء في المسابقة كاس افريقية الامام لكلكم كتعرفوه كيفاش كان المصارد للمنتخب الوطني المغربي فوليد رقراقي حسب هاد الخبر غي سافر الناخب الوطني المغربي وليد رقراقي قبل توقف الدول الجاي باش يشوف لاعبين جداد يقدر يعزز بهم تركيب البشرية ديال المنتخب الوطني المغربي في المستقبل القارب اللي غيكون فيه وسوط الاطلس امام تحديات مهمها امام تحديات مهمة عفوا اولها الكوب دافريك الفين وخمس وعشرين اللي كيف كتعرفو فهي قد غتتتنظم في المملكة المغربية والتأهول الكوب ديموند الفين وست وعشرين اللي غتكون في الميكسيك كندا والولايات المتحدة الامريكية والحفاظ على المستوى اللي بانوا فيه في المونديال ديل الفين وست وعشرين وحسب مصادر ديال كود فالناخب الوطني عندو جوج مهمات فالدي بلاسمو ديال اوروبا وكيتعلق الامر بحسم موافقة ديالجوج لللاعبين وعلى انهم يلعبون المنتخب الوطني المغربي واللي كيلعبون مع فراق كبيرة وطبعا كينسراع عليهم مع الجامعة الإسبانية واللاعب الاول هو ابراهيم دياز لكلكم كتعرفوا اللاعب نجم ديال ريال مادريت الإسباني واللي كينه منافسة شريسة بين الجامعة الملكية المغربية الكورة القدم والاتحاد الإسباني لللعبة على كسب الخدمات ديالو مع العلم أنه وحسب مصادر فاللاعب قرر أنه يلعب المغرب حسب تصور حسب الأخبار اللي طالت على الجريدة فهو قرر اللعب المغرب واتخذ هذا القرار ولكن كينه محاولات إسبانية باش يضغطوا عليه حسب زعم الجريدة باش يتراجع على أنه يلعب المغرب البلاد دي الأجداد ديالو ويمشي يلعب مع منتخب لاروخا آآ غين عادي أرجع من بعد باش نعلق على هاد الفقرة التانية هدي ولكن هنكمل الخبر أما اللاعب التاني فهو آدم إنزو الموهبة المغربية اللي كبرات فلاماسية الأكاديمية ديال بارسلونة واللي ده بك يلعب مع بايير ميونيخ الألماني وكل شي كي تنبأ لي أنه غادي يكون في المستقبل عنده آآ ضاهر أيصار كبير من طراز رفيع وطبعا هاد القوست فهو يحتاج للمنتخب الوطن المغربي اللي قلالين فيه اللاعبين في المنتخب الوطن المغربي ولقينا فيه مشاكل كثيرة من الأيام ديال الحضريوية ما قدرشي لاعي بيكون فيه تيتولير بشكل يعني قطعي باستدناء مؤخرا يحيى عطية الله ولو أنه كاين انتقادات كثيرة للرقراكي حيث ما كيلعبوش بشكل دائم وكيف يفضل عليه اللاعب نوصير مزراوي الضاهر الأيمن ديال بايير ميونيخ الألماني بالرجوع الأزنو في اللاعب الشاب مقلق بالزاب حيث ما اختاروش فما اختار يلعب مع المغريب وارفض إسبانيا وما تمشى المنادات عليهم طرف المدرب السيسائي تشيبا المدرب ديال منتخب الأشبال باش يشارك في مونديا الأقل من 17 سنة وداب المهمة ديال الرقراكي هي أنه يقنع اللاعب باللي بلاستوكينا في المنتخب الوطني المغربي دياله وليد وأن هذا الشي اللي يوقع عليه مع ساعد شيبا قبل أشهر قليلة كي يبقى اختيار ديال المدرب في مرحلة من المراحل السنية ديال المنتخبات الوطنية وصافي وأن المنتخب المغربي بغيه وغد يعطيه فرصة جديدة باش يبين جدارة دياله مهم بعد ما قريت عليكم هذا الخبرين هادو فعندي وجهة نظر بخصوص اللاعب إبراهيم ديال اللي كتختلف على وجهة نظر اللي كتخص اللاعب أدم إنزو فإبراهيم ديال أنا كنظن أنه لو كان فعلا كانت تكون عليه ضغوطات من طرف الجامعة الإسبانية خس تكون أولا منادات عليه من جانب الجامعة الإسبانية وهو أطلب أنه مهلا يفكر كيف وقع مع المنتخب الوطني المغربي وهذا ما ما كانش فإحنا كنعرفوا أن المغربي تحاول يضمون المنتخب منذ فترة يعني منذ أيام هيرفيرونار مرورا بواحد حلل يوزيت وما زال ما أخداش القرار ولكن المنتخب الإسباني ما عايتش عليه ما أخداش قرار باش يكون في اللائحة ديال المنتخب الإسباني باش نقيسوا عليها واش اللاعب وافق ولا ما وافقش وبالتالي الحدود الساعة فهو تردد في الالتحاق بالمغرب ولكن واش تردد في الالتحاق الإسباني ولا لا تش ممكن نعرفوه لأنهم هما أساسا ما ما اعتمدوش عليه وما نادوش عليه هذه وحده وبالتالي هذا يبين أن الخبار هذا فانا كنشوفه أنه في بزاف ديال العاطفة خصوصا أنهم قالوا بلي اللاعب عندو تافق مع المغرب إلا كان تافق مع المغرب ليش غايمشي عنده الرقراغي كين اللي قال لك تافق مع المغرب على أنه يلتحق مراكس إفريقي إلا كانوا التاحق صافي مراكس إفريقي فما كان يلتحق رقراغي غايعود مرة أخرى يعني يمشي عنده باش يقنعو إلا كان قنعو رايا يكون قنعو مرة واحدة حتى يقنع المرة الأولى وعود يتردد ثانية وعود يرجع قنع وسينو غنو له داخل في الإدلال يقولي منتخب الوطن المغربي منتخب يعني رخيص وعنو له وكندل له في المنتخب المغربي بهذا التسرع وخصصاً عنه هو في جميع الأحوال هو ماشي ميسي وحتى ميسي ما كنت نظن شغط تحتاج دير معاً شي كامل باشي لعب مع الأرجنتين بالتالي أنا كنظن أنه اللاعب التصور ديلي أنه العكس سيختار منتخب الإسبانيا في فارغ الصبر وكنظن أنه سيشوف أنه سيكون تسنى إلا ما تنجيش عنه المنتخب الإسبانيا بصفة نهائية فهو وصل للسن الذي سيختار فيه المنتخب المغربي هذا الشيء الذي يقدر يوقع مع إبراهيم دياس بخصوص الحالة ديلي أدم أزنه فهذا أنزو فهذا الحالة ديليه حال أخرى هذا اللاعب اختار من المنتخب المغربي يعني وافق المنتخب المغربي وجعل عم مع المنتخب المغربي ولكن في النهاية ساعد شباب مليمشان المونديال ما عارش تقال لي شي باراسه واحتمداش لأنه اللاعب كيلعف باير من دل بارسلون فهذا لاش هذي تقدر بدي مثلاً غيرون بلاصون قعب المهم بدي تخشيف شي ماتش في آخر المال كان قرار يعني غريب من ساعد شيبا هذا كي يبيلك أنه فوز القجع ما كيتدخلش في الخسيارات لأنه فوز القجع كوكان كيتدخل في الخسيارات كان يفرض عليه الديبز منه لأنه لعاب مهم جداً ومهم حتل الرقلاقي وعدم المنادة عليه فكانت يعني صدمة بنسبة اللاعب فهذا الخبر أنا كنشوفه ممكن يكون خبر صحيح لأنه لعاب فعلاً هيكون في حالة نفسية متأثره ومحتاج فعلاً أنه شحد يأكد لي أنه لاعب مهم بالنسبة للمغرب وهذا الاحتمال الأرجح كنظن أنه أدم أنزو الحالة الأزنو الحالة دياله ماشي الحالة ديال براهيم دياز بالتالي أنا كنشوف أنه الأقرب يكون أدم أنزو يكون أزنو وأنزو يكون ولكن الحالة ديال براهيم دياز فهي في الشك وأنا كيبالي يعني نسبة 70-80% أنه سيكون في إسبانيا أنا كنت مني يكون في المغرب لأنه يعجبني من أيام ميلاد كنت تبعو ديما تبعتو ديما في الدولة الإيطالية فاللاعب ممتاز وغنحتاجه بزاف ويقدر يلعب حتى جناح مع زياش ويقدر يلعب عشراء أيضاً مع حارث ومع أونحي فبالتالي منسبة لي لعاب مهم بزاف ولكن بصراحة كيبالي من خلال تردد ديالي الكبير ما أنا كنظنش أنا بصراحة هذا الرأي ديالي أنا كنبغيش نميل العاطفة كنحاول أن نحلل أمور موضوعية وكيبالي يعني أنه الأقرب سيكون في إسبانيا ولكن كنت مني يكون العكس كانت هذه خلاصة يعني هذا الخبر هذي اللي قرأته عليكم وأيضاً قدرنا لي تحليل نطلقه إن شاء الله في فيديو قادم بحول الله نتمنى ونطلقه في فيديو قادم ونشوفوا اللاعبين بجوز إن شاء الله حاضرين مع المنتخب الوطن المغربي في التجمع المقبل كان معكم حسن بالخير كنشكركوا مع التفاعل ليكم على التعليقات ديالي اتلقى إن شاء الله في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله